مرحبا أصدقائي في قناة العافلة التغنية صلى الله وقاتكم في كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا أصدقائي كتير ناس بتسأل نفسها أنه أنا كيف بدي أعمل تمويل أو ترويج لتطبيقاتي فيه شغلي بستارت أب طبعا إحنا بنعرف في جوجل آدز أنك أنت فيك تقدر تعمل تطبيق على جوجل آدز ترويز التطبيق على جوجل آدز وبجب لك ثمر طبنية حين جوجل آدز ممتاز جدا وطبعا الأفضل من جميع قنوات الإعلانية اللي حاب تعلن عننا إن كان فيسبوك إن كان ستارت أب إن كان هواوي جوجل آدز نمبر ون طبعا معروف جوجل آدز بس فيه شغلي ممكن الناس ما بتعرفها أنك أنت كمان فيك تعمل تمويل أو ترويج لتطبيقاتي على ستارت أب ما أبعرف إذا فيه ناس بتعرفها ولا لا بس أنا دورت بصراحة على اليوتيوب ما لقيت هيك فيديو بصراحة يعني ما لقيت فيديو بيحكي عن هذا الموضوع إنك أنت تعمل ترويج لتطبيقك عن طريق الستارت أب صديقي أنت عن طريق الستارت أب فيك تعمل ترويج لتطبيقك بس بدأ تكلفك فلوس بدأ تكلفك مصاري بدأ تكلفك موني زيك زي الآد زي زي الجوجل آدس أنت بدأ تدفع جوجل آدس فيه ناس بتقولك حابنا أوسع شبكة إعلاناتي وأضيف هون إعلانات أضيف هون إعلانات وأضيف هون إعلانات حتى بكرة تطبيقي يصير مشهور والناس تعرفوا والناس تدفع عفوا وتنزل التطبيق وتشتل عليه هلأ الستارت أب كمان نفس الشي زيه زي الآدس زي جوجل آدس فيك تعمل حملة تمونية لتطبيقك على الستارت أب فيك تدفع فلوس وتقوله يا ستارت أب يا حبيبي حط لي إعلان تطبيقي بإعلاناتك اللي بتحطها على تطبيقات أو مثلا بتقوله حط لي تطبيقي بالإعلانات اللي أنت بتحطها وما بدك بتحطها يعني مثلا إحنا إعلانات ستارت أب لما تفتح تطبيق مو بيزي بيجيك عن أول شي إعلان ستارت أب صح؟ هاد شو الإعلان كيف فيك تعمله أنت لإلك أنت عندك تطبيق فيك تعمله بشكل سهولي أول شي بتروح بتفتح ستارت أب نوع ستارت أب نوع لوقن هون هون البوبليشر هون البوبليشر أنت إذا بدك تعلن عندهم بتعمل أدفرطايزر شو الأدفرطايزر اللي هو إذا بدك تعمل إعلامة روح على الكامبينز بتعمل ماي كامبينز بتضغط هون بتعمل نيو كامبين طيب أنت شو بدك إياه يعمل لك بدك شو تعمل شو بقول لك دك تعملت إعلان أنت شو اللي بدك تعلن عنه بتقول له أنا بدي أعمل تطبيق بقول لك جيب لي رابط التطبيق يا عزيزي نجيب له رابط التطبيق نروح على جوجل بلاي نروح على جوجل بلاي نختار تطبيق من تطبيقاتنا مثلا أنا اسمي المطور تابعي سي برو دكشنز مثلا خلينا نقول هذا التطبيق إلي هاد نعمل هيك نحط رابط التطبيق تشوف أخده هو بعدين شو بولك أبلود سكرين شوت للتطبيق ده هو زي الايقوني يعني ما زي أهم شي ما تكونش أكتر من 150 كيلو بايت بتعمل أبلود بتوغد إدنة الايقوني اللي حطيتها بالتطبيق نستنى شوي هاي لأنه كبيرة طيب خد أنت أي صورة بدك إياها ألا إحنا هون كشرع بس لازم يكون الصورة حجمة ما يكونش أكتر من 150 كيلو بايت أروح أنت بتختار مثلا أي صورة ما قديش هاي حجمة سبعمية لا. هاي قديش حجمة. حتى نشوف هاي حجمة قديش. لا هاي كتير صغيرة. اه مسلا خليني نختار هاي. قول لك بعدين. طيب سميها شو ما بدك? سميها تاست. متى بدك اياها تبلج? من اليوم. هاي تتركها شو بدك فيها? الانت ديت متى بدك اياها تخلص? خليه مسلا هي تخلص مثلا. بحداش. بدك اياها يوم واحد الكامبين. طيب. ديت بارتينج هاي احنا ما لنا علاقة فيها ما تحطه. وكمان كمان ما تحطه ما لك علاقة فيها. بتروح على. ايه هو هون المهم. انت صديقي انت وين موجود? انت موجود زي جوجل ادس بالزبط. انت وين موجود? بتقول له انا موجود مثلا بدي اعمل تطبيقي اعلانات تطلع للناس اللي في الاردن. بتعمل بتحط جوردن. بتكتب هون. جوردن. اه هاي جابة. بس. طيب. تختار كل الستة طبعا. بدك تختار ستة معينة مثلا. حط له مثلا. شو فو اعطاك اياها مثلا. اه اه الرمسة عمان مثلا. اقول له عمان. شو بدك اياها الكارييرز اللي هم الخدائر. شو اسمه المحمول هناك. زين جوردن. لا انت خدين كل. ما يلاقي العافية هاي. اللي هي هاي للشركات الاتصالات بالاردن. هلا بنجي للمهم. شوفوا بقول لك منموم خمسة عشر دولار. شغلة مهمة جدا اصدقائي. مشكلة اعلان تعمل اعلان تمويل على ستارت اب بكلفك اكثر من جوجل ادس بكتير بكتير بكتير. هو منيح ممتاز بس بكلفك شوي. مش زي جوجل ادس. يعني جوجل ادس ما بعطيك تحط منموم خمسة عشر دولار. جوجل ادس بيقترع عليك تحط مثلا عشر دولار. عشر دولار بس مشكلة الستارت اب. انو بلزمك تحط منموم خمسة عشر دولار. شوي غالي. شوي غالي عرفتو كيف. انت اقول له مثلا. خلينا اقول له منموم خمسة عشر. خلينا اقول هاي خمسة عشرين. طيب. اه. ديلي بجت ليميت. بده منموم عشرة. خلينا نحط له عشرة. طيب. ايوة. برايسيج موديل. هاي مهمة جدا. لازم تفهموها. شو اللي يعني برايسيج موديل. بقول لك. كليك بير اه كليك. يعني اه عفوا. يعني لما اي واحد بضغط اعلانك بصير يخصوب منك. هاي عندك انت عندك شغلتي. عندك كوست بير امبريشن. وكوست بير اكليك. كوست بير امبريشن ما بنصح فيها لانه مجرد ما يطلع الاعلانات بصير يخصوب منك استارت اب. فانت خد خد كوست بير كليك. ماشي. ولك منموم سفر فاصل سفر سفر خمسة. حط له سفر فاصل سفر سفر خمسة. ها خلص هيك تمام. شوف اعطاك انه كل شي تمام. لو مش تمام كان شو اعطاك هون احمر احمر. نروح جو تو كرياتف. نضغط على كرياتف. شوف هون انت ممكن تعمل يعني اعلان لتطبيقك بنفسك. بتروح على كانفا وبتعمل اعلان لتطبيقك عن طريق كامفا. بس انا بدي افرجيكم شو هاي وشو هاي. او خلينا نبلش باول واحدة. ها. ايوا. انت كي بدك اياه الاعلان يكون. بدك اياه بانر بدك اياه انتر ولا بدك اياه فيديو. شو كي بدك اياه. فانت صديقي كمان هاي كل ياتا انت فيك تحدد يعني مثلاه فيديو. قول لك ابلود فيديو. مثلا خلينا هون شو دك تسمي انت. دك تسمي. قولنا نفس تطبيقك. كليك يو ار ال. شو بتحط انت هون. بتحط. صديقي. اه. اللي هو. شو ده اللي هو رابط تطبيق على اه شو اسمه. على على جوجل بلاي. مشان الناس تضغط على الاعلان يجي يخدوا لهذا التطبيق. طيب. امبرشن يور المبنيات. شو بدك فيه. ابلود فيديو. شوف شو بلك. فورمات اكسبت ام بي فور. ويب كامل. لا. ميت ام بي ان ستين ساكن ديريشن. يعني. بس دقيق الفيديو. لازم تحطو. اذا بدك تعمل ابلود فيديو. طيب. هاي الفيديو طيب. احنا. اذا بدك تحط فيديو. بدك تحط منموم. اه. 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 بكسم اميج ويت. بدك تحط كمان هون. اهلا اخلينا اه. اذا بدك تحط فيديو. خليوا بناشو نحط فيديو احنا. نحط اه هاد مسلا. ايوا. زي ما حكينا احنا بنروح نعمل تست هون. بنختار الرابط التطبيق. امبرشن يور المبنيات. بورتريت كرياتيف بتختار ابلود كرياتيف شوف شو بقول لك هو الاكسبتد بورتريت سايزز ار شوف شو بقول لك هاي الاحجام المطلوبة اهم شي يعني مثلا لازم تكون 250 كيلو بايت لازم تكون حجم الصورة تكون مش اكتر من 250 كيلو بايت فانت هدول كيف تعملهم بتروع كامفة صديقة بتختار الاحجام اللي هو طلب منك يعني بتروع على كامفة انا كامفة نفتح هون نروح هون اختار كريات وشو طالب نرجع منروح على الاعلانات طالب هو 768.024 بتروح هون بتكتب له 768.024 بتعمل كريات ليه بشكل مختصر ليه هاي السكرينشوت تاعد التطبيق اذا انت عندك سكرينشوت تعملها ابلود وريح راسك اذا مش حاب بتفوت بالتصميم هون يعني انت بتروح هون بتعمل كريات بتعمل شو مثلا خلينا نفرجلكو كيف يعني مثلا انا عندي سكرينشوت انا عملتها جربته من يومين مثلا 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 هذا اول واحد شوف كيف بيطلع نستنى شوي بس ليحمل شوي بدي وقت ليحمل انوي فهو اخده هون بقول لك دك تعمل لاند اسكيب كرياتيف شو يعني لاند اسكيب يعني بشكل طولي بشكل عفوا عرضي فبنعمل بتروح على كامفا نفس الشي بتحط الابعاد هاي اوكي اللي هو طالبها منك وما اهم شي الصورة ما يكون حجمة اكتر من 250 كيلو بايت لو طلعت معك انت عملت على كامفا وطلعت معك اكتر من 250 كيلو بايت بتروح على موقع اسمه بتروح على موقع اسمه بتروح على موقع اسمه ريسايز اميج في موقع تاني خلينا اشوف كوية شو كان اسمه اناوي في موقع تاني او ممكن اونلاين فوتو ايديتر لا مش هذا اناوي فبتختار الصورة اللي بدك اياها وبتغير حجم الصورة فانا هون عامل الصورة مش هان ما نطول بالفيديو ويكون حجمها مش اكتر من 250 كيلو بايت مثلا هاي شو مثلا لا احنا بدنا الشي باختص بالتطوية هاي شو اه اوان اللي سويتن انا مثلا هاي خلينا نختار هاي مثلا اه مش هيوخدها اوان اللي بدو اياها نفس الديمانشن اللي بدو اياها طيب خلينا نختار ممكن على ما اعتقد هاي ها شوف اخدها ماشي هيك تمام امورك كلها تمام بس تخلص صديقي بصير يطلع هذا الاعلان تبعك بصير يطلع على اعلانات ستارت اوب يعني بس تخلص انت هون وتخلص يعني هو الحلو فيه اعضاء اسهل من جوجل بشوي يعني عرفتك كيل تعمل send for approval تستنى شوي بعدين تضغط هاي خارق اعلان تبعك جاهز انسوف ها هذا الاعلان تبع تطبيقك جاهز عرفتو كيف اصدقائي هاذا هيك الاعلان تبعك هيطلع انتبه الحالي هاي شوف شو بعطيكم انتي هون الانتحاط 25 دولار الdaily budget هو 10 دولار يعني مكسمو مكسمو الdaily يوصل 10 دولار بس يوصل 10 دولار خلص ما تتعود يطلعي لتطبيقين يعني في كيف انتحاط 25 دولار الdaily budget مكسمو يوصل 10 دولار فس انت البد برايس شو البد برايس اللي هو هاد كل حدا بضغط بخصمه هذا المبلغ اللي هو 0.005 عرفت كيف صديقي 0.005 وانت الديلي باجت 10 دولار يعني انت بالعكس يعني لو حسبناها احنا وين الكالكوليتر مثلا لو حسبناها مثلا احنا بعرف طولت عليكم بالفيديو بس لحتى تستفيدوا اصدقائي لو حسبناها مثلا احنا انت الديلي باجت 10 دولار طيب انت عندك 0.005 مصبوط عفوا 0.05 طيب لو ضربنا 100 لسه انت ما هو يعني 100 يعني 100 حينعمل ع تطبيقك طيب لو ضربنا 200 0.05 ضرب واحد لسه كمان انت ما خلصت اللي هو 10 دولار فانت بالعكس ممتاز جدا يعني انت حط 0.005 which is nothing يعني ممتاز جدا يعني انت لو عملت اعلان على ستارت اوب هيوصلك كتير كليكس هيوصلك كتير يعني كتير تحملات للتطبيق عرفت شو اصدقائي فممتاز جدا بصراحة انا هبلش فيه يعني انا ان شاء الله هبلش اعمل اعلانات لتطبيقاتي عن طريقه لانه كل تطبيقات مبيزة عم بتحط ستارت اوب الخاصة اللي بيشتركوا بالاشتراكات اللي برو فشو بتعمل انت بعد ما تخلص اعلانك وتجهزوا بتروح على publish اوكي خلينا نشوف شو بندنج اكتبنا مش مهم global creative url هاته نشوف شو هذا global impression ما بهمناش set whatever ما بهمنا فانت لما تعمل publish صديقي خلينا نعمل publish شو بصير شوف شو بقولك لما تعمل publish شوف شو بقولك bending for approval الحلو فيه بفرق عن google ads او هو نفس google ads لان google ads كمان كمان لما تيجي تعمل حملة على google ads google ads بقولك نستنى عليها شوي نرجعها نشوف هال الحملة تتناسب مع شروط واعلانات وسياسات google نوافق عليها نفس الحركة هون بstart up بده يخدها يبعتها bending for approval فكتستنى يوم يومين ويلا يوافق عليها انا مثلا عملت حملة تست ماشي وطبعا حيوافقوا مليون بالمئة حيوافقوا لانهم بدون فلوس مستفدين منك يعني ما تفكر مش حيوافقوا حيوافقوا بس ما بوافقوا اذا مثلا انت حطيت صور مخالفة لسياسات start up فشوف انا عملت حملة وهمي عملت تست congratulations your campaign has been approved as now ready to go live لما يقول لك هيك اوكي لما يوافق على اعلانك تحطه بstart up بطلب منك add funds هون دك تعمل add funds وتكمل الخطوات اللي هو بطلبها منك دك تحط مدنان 75 50 دولار بس مجرد ما تحط مصاري مباشرة عملتك بتصير live عندن على start up وهيك انت بتكون عملت اعلانات لتطبيقك على start up هاد كان فيديو الفيديو تبعنا اصدقائي وانا متأكد ومليون بالمية ما حتلاقي منه على اليوتيوب ولا بتلاقي منه على اليوتيوب لانه انا بصراحة دورت وكنت متردد اعمل هيك فيديو بس قلت لا لازم اعمله يفيد كتير ناس بالمبيز واللي بيشتغلوا على مبيزي انه يعملوا اعلان ممول على start up لانه معظم الاعلانات الموجودة على start up واللي بيشتغلوا start up بيشتغلوا على عفوا معظم الاعلانات الموجودة على مبيزي واللي بيشتغلوا مبيزي عم باخدوا اعلانات start up فحتى لو تطبيقاتك موجودة على هواوي كمان حيطلع اعلانك موجود على اللي عم اشتغله على هواوي فانت صديقي يعني مثلا مثلا انت تطبيقك شلت منه علانات ادموب وروحت حطيت فيه ستارت اب ونزلته على هواوي مطور هواوي مصبوط بس انت تطبيقك هذا العجوجل بلاي موجود قراري على جوجل بلاي فاللي منزل تطبيقه على هواوي حصير يطلع له اعلانات وتطبيقك القراري موجود على جوجل بلاي فهاي شغلة ممتازة جدا جدا وانا حاجربها وبس اجربها عملكو فيديو فارجيكو بالفيديو بالصورة وكيف طلعت معي الاعلانات اللي انا عملتها وفارجيكو كيف طلعت معي الاعلانات اللي انا عملتها على تطبيق ايه او على تطبيقات انا عملها لشوف هالي ستارت اب يعني ما انا هستهدف البلد اللي انا فيها اللي هي UAE وشوف هالي ستارت اب بطلع اعلانات تطبيق ايه اللي انا عملها هون عنده ولا لا ان شاء الله قريبا جدا هنعمل هذا هاي بس كان فيديوين اصدقائي لو برمته باليوتيوب كله ما حتلاقه نفس هالفيديو هاده مستحيل تلاقه كيف تعمل اعلانات او اعلان تمويل على مسلا لو فتنا على اليوتيوب مسلا خلينا نفوت مع بعض مسلا انا بدي اجرب معك ونشوف بل كي انا بقوم مش شايف مثلا مثلا اعلانات ستارت هل هي نشوف ازا حدا اه اه كشرح كامل ساتو كي اضافتها ما بعرف شو مش شاملة ميزات وعيوب اضافة اعلانات ستارت اب اه ما في حدا شارع عن طريقة عمل فيديو يعني عن جد فيديو ما 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 فيه بصراحة دورت انك انت تعمل اعلان ممول على ستارت اب بصراحة ما بتلاقوها اصدقائي هاد كان فيديونا لليوم ان شاء الله فيديوهات كتير قادمة اصدقائي بتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لانه احنا نكبر فيكم اصدقائي وان شاء الله نفيدكم على قدر الانكان وبتمنى لكم يوم سعيد وان شاء الله دايما نحاول ادمى فينا نساعدكم اصدقائي وان شاء ما اطول بالفيديو كتير شكرا لمجاهدتكم الفيديو بس لايك وشير وسبسكرايب للقناة للفيديو للقناة اصدقائي يعطيكم الف الف عافي شكرا لكم اشتركوا في القناة